دققوا في هذا التعبير القرآني المركز جدا وكيف يمكن استنباط المعاني منه تعبير مختصر لكن له دلالات في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد هذا التعبير يفيد الحاصر وإن كان هناك من يقول أنه يفيد فقط الاهتمام لكنه غير دقيق كما عليه جمهور المحققين والمفسرين واللغويين هذا التعبير يفيد الحاصر وفي نفس الوقت أيضا الحاصر يدلل على نسبة من الاهتمام نسبة عالية من الاهتمام حاصر ماذا؟ حاصر العبادة في الله عز وجل ليش؟ لسببين وحاصر مؤكد أيضا سبب الأول تقديم المفعول به على الفعل والفاعل لم تقل الآية المباركة نعبد إياك وإنما بدأت بالمفعول إياك كما إذا قلت لشخص إياك أعني يعني أنت لا غير هذا التعبير يفيد الحاصر إياك نعبد لم تقل الآية نعبدك ولم تقل نعبد إياك وإنما إياك أنت يا إلهي نعبد تقديم المفعول به على الفعل والفاعل مفيد للحاصر أثنين والذي يؤكد على هذا الأمر الثاني الأمر الثاني الذي يؤكد على هذا الأمر يعني هو انفصال الضمير الضمير ليس موصولا لم تقل الآية نعبدك الكاف تكون ضميرا هنا ولكن متصل بالفعل وإنما مفصول فرق أن تقول نعبدك وأن تقول نعبد إياك ما بالك إذا قلت إياك نعبد فانفصال الضمير يزيد هذا الحاصر تأكيدا لاحظوا هذا من فنون التعامل مع النص القرآني إياك نعبد أي نعبدك أنت لا غير وما أمر كما في سورة البينة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني يعبدوا الله ولا يعبدوا غيرا فلاحظوا ودققوا في هذا التعبير القرآن الدقيق